طيب منتخبنا الوطني الأول بيستعد المبارايتين مهمين جدا جدا أمام كل من كينيا وجزر الكمر في آخر جولتين من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بإذن الله تعالى إحنا ماشيين بشكل جيد 8 نقاط متصدرين هذه المجموعة معنا كمان في نفس العدد من النقاط جزر الكمر برصيد 8 ورده فمهمة قوي أن تحسن كل الأمور خلال المباراة كمان المجموعة أمام كينيا بعد كده جزر الكمر ستجيلك هنا في القاهرة تقدر بإذن الله تتغلب عليها بكل سهولة وبالتالي تبقى متصدر لهذه المجموعة فبالتالي أيضا كل الدعم والتوفيق للجهاز الفني المنتخب مصر كابتون حسين بدري وجهاز المعاون وأيضا العيب المنتخب اللي تم اختيارهم خلال المعسكر الحالي عايز أقول لحظاتكم بعض الأخبار النهاردة كان فيه مسحة طبية اللي بيعست المنتخب الوطني بالكامل واللي حتسافر بإذن الله يوم الثلاث النهاردة كان أول يوم في التجمع دي بعض الصور الخاصة بالمسحة كان متواجد طبعا نجوم منتخب مصر على رأس القيادة الفنية طبعا كابتن حسين بدري مدير الفني المميز وأيضا بنشوف نجوم من المنتخب متواجدين طبعا في السورة لحظاتكم ما شايفانها كلهم كلهم يا رب نتمنى لهم كل التوفيق وندعمهم بشكل كامل جدا في مهمة وطنية غاية في الأهمية فبالتالي البعثة كلها عملت المسحة النهاردة بما فيهم كمان رئيس البعث وهو المهندس أحمد مجاهد اللي هو رئيس اللجنة السليسية اللي بتدير الاتحاد المصري لقرة القدم خلال الفترة الحالية وده كان قبل المران اللي حيبتدي بعد أقل من نص ساعة من دلوقتي هو أول مران للمنتخب في إطار الاستعداد لأولى مبارياته أمام كينيا خلال هذا التوقف الدولي النهاردة كان من متواجد كل اللاعبين متواجدين اللي هم تم اختيارهم باستثناء المحترفين المحترف الوحيد اللي كان موجود هو مصطفى محمد لعب جلاتة سرايو اللي ماشي بشكل جيد مع فريقه التوركي وصل الامبارح وكان متواجد مع البعثة النهاردة أو مع الفريق ككل خلال تواجدهم في مقر الإقامة وأثناء الإجراء الخاص بالمسحة في انتظار طبعا انضمام الدوليين بالشكل متتالي أعتقد أنهم سيوصلوا يوم الاتنين صلاح ونني وتريزيجي حجازي حييجي على المباراة الأولى على طول هناك في كينيا ده الأقرب حتى هذه اللحظة وطورة مبارح ففرص انضمام المعسكر أصبحت كبيرة لأننا عارفين انتحاد جدا كانوا رفضين انضمام أحمد حجازي لمعسكر المنتخب وده يحقلهم طبقا للإجراء الأخير اللي قام بيه التحاد الدولي للقوات القدم أن يحقل أي نادي يمنع المحترف بتاعه أنه يروح منتخب بلاده بسبب الفيروس كورونا والزروف الحالية اللي بيمر بيها العالم كله فبالتالي يعني دي آخر الأمور وآخر أخبار بتتعلق بالمحترفين خلينا كمان أقول لكم أن بكرة المران حيكون مفتوح أول ربع ساعة لوسائل الإعلام المختلفة وحيكون متواجد عدد كبير المسائل الإعلام لتخطية أول 15 دقيقة في مران المنتخب وهو المران الثاني بعد المران اللي حيكون النهاردة وحيكون بكرة المران الأخير قبل الصفر لأن بكرة الاثنين الصفر يوم الثلاث بإذن الله على حسب معدد الصفر يعني ممكن لو الصفر بالليل متأخر ممكن يكون فيه مران قبل الصفر ده حيتم التنصيق عليه من خلال الجهاز الفني المنتخب مصر والجهاز الإداري بكل تأكيد المران بكرة أيضا هتكون فيه تمام الساعة السادسة مرسي